تخيل معايا لو قدرت تلاقي آلة زمنية وقدرت انك تشغل هذه الآلة فتقرر معرف ليش انك ترجع في الزمن خمسة آلاف ومئتين سنة وراه وبالفعل هنا تشغل الآلة الزمنية وتعيلها على خمسة آلاف ومئتين سنة وراه وتسافر عبر الزمن اول ما توصل لهذا الزمن حتطالع يمينك ويسارك وحتتفاجع بان الارض كاملة ما فيها اي ارض جافة كل الكرة الارضية اصبحت بحار ومحيطات ولم يعد هناك اي ارض يابسة فهنا تبدأ تفكر وتستعجب وتطالع يمينك ويسارك وما تحصل اي كائن بشري حي حتيبدأ تقول انا شكلي مرة نجحت كثير في الزمن لدرجة انه ممكن حتى انه الله عز وجل حتى الان ما خلق آدم عليه السلام او حتى ممكن انه لسه الله عز وجل ما كمل خلق الارض وانت هنا قاعد تتفكر وتتساءل الا يقطع حبل افكارك بسفينة كبيرة تمر من امامك فعلى طول انت اول ما تشوف هذا السفينة على طول تروح تسبح وتحاول توصل لهذا السفينة وبالفعل توصل لهذا السفينة وتسعت لهذا السفينة وتشوف ثلاثة اشخاص اسمائهم مغريبة عليك واحد من الثلاثة رجال هذولا اسمه سام والثاني حام والثالث يافث ويقال ان ابو الثلاثة اشخاص هذولا كان نجار وهذا النجار كانوا يسموه ويلقبوه بنوح عليه السلام وتتفاجأ انت هنا وتعرف بانك انت الان على سفينة نوح عليه السلام وانك الان وصلت الى زمن نوح عليه السلام وفي وقت ما بعد الطفان وهنا وانت تبدأ تمشي في هذا السفينة تكتشف انه هناك مؤمنين ومسلمين غير عيان نوح عليه السلام فهنا انت تتساءل اذا كان هناك رجال غير نسل نوح عليه السلام فلماذا قطع نسلهم وليش ما صاروا يخلفوا فهنا يأتيك الجواب منهم يقولولك بانهم شافوا حاجة من هول الشي اللي شافوه هذا انقطع نسلهم فهنا انت تبدأ تصغرم وتتساءل ايش الشي اللي شافوه اللي يخلى نسلهم ينقطع ايش الشي اللي خوف مرة يخلى نسلهم ينقطع هذا وانت هنا قاعد تفكر وقاعد تمشي في هذا السفينة تنزل للدور الثاني اللي فيه اللي كان هذا الدور للبشر وبعدها تنزل كمان للدور الثالث اللي كان فيه الدواب هنا تشوف جميع مخلوقات الله عز وجل وجميع الوحوش وجميع الحيوانات من ذكر وانذر كان من كل نوع زوجان ولكن هنا وانت تطالع يمينك ويسارك وقاعد تشوف هذا الحيوانات وكمياتها المهولة تلاحظ من بينهم كان فيه كائن غريب ما قد شفته في حياته كائن شكله مخيف كائن اطرافه غريبة ووجهه كان مخيف وجسمه هيئة جسمه ابدا ليس كالانسان ولا كالحيوان فهنا على طول تروح تسأل اهل السفينة انه ايش هذا الشي وايش هذا الكائن وكيف دخل هذا هنا اصلا وهذا الكائن الوحيد اللي ماله زوجان فيقولولك هنا اهل السفينة انه هذا الكائن هو ابليس فتسألهم انت هنا هذا ليش دخل وكيف دخل السفينة اصلا فيقولولك هنا القصة وواحد منهم يقطع حبل افكارك بابليس ويقولك انه فيه حيوانين يولدوا في هذه السفينة ما كانت على وجه الارض ابدا فمع كثرة الصدمات هنا ما تقدر تتحمل فتروح تغل الالة الزمنية وتعيرها للمستقبل بانك تسافر للمستقبل لثلاثة الاف ومئتين سنة فتسافر هنا الى المستقبل ما بعد ثلاثة الاف ومئتين سنة من الوقت اللي انت كنت فيه فلما توصل في هذاك الزمان تلاقي نفسك في ارض غريبة يقال لها ارض الشاب هنا تبدأ تشوف الناس في هذه المدينة فتبدأ تتمشى ان لو تسمع الناس يقولوا فانه سام ابن نوح رجع الى الحياة مرة اخرى فهنا تستغرب كيف حي وسام كان حي قبل ثلاثة الاف ومئتين سنة كيف الان رجع الى الحياة فهنا وانت تفكر يقطع حبل افكارك بصراح ناس كانوا متجمئين حوالي شخص يسمى بعيسى فتروح وتمشي هنا وتقرب من عندهم الا وتتفاجأ على وجوههم بكأنهم خايفين ومصدومين من الشيء اللي قاعدين يشوفوه فتقرب هنا اكثر وتتفاجأ بانه سام ابن نوح نفسه اللي شفته في السفينة الان رجع الى الحياة ولكن الشيء الوحيد المختلف هو فقط شعره كان ابيض فهنا انت ترتبك وتخاف ما تعافيش تسوي اش اللي قاعد يصير قدامك فتبدأ تشغل الانة زمانية وترجع وتسافر نحو المستقبل لعام 1960 ميلادي اول ما توصل هذه السنة تشوف علماء جيولوجيا لابسيني اشياء غريبة ويقولوا بانهم اخيرا اكتشفوا سفينة نوح عليه السلام فبعد انت ما شفت هذه الاحداث كلها ترجع لزماننا الحالي وتجاوبنا على هذه الاسئلة فين لقوا سفيرة نوح عليه السلام وكيف كانت السفينة وكيف رجع سام ابن نوح عليه السلام مرة اخرى للحياة وايش قال لما نرجع وايش الشيء اللي شافوه اصحاب نوح عليه السلام اللي خلى نسله من قطع وكيف ولدت هذه الحيوانات وايش هذه الحيوانات اللي ولدت اصلا ولما الله عز وجل قال على ولد نوح عليه السلام انه ليس من اهله هل يعقل انه نوح عليه السلام كان يحسب انه هذا ولده وفي النهاي يطلع مولده وهذا ولد زنا هذا كله حنتكلم عنه اكثر في هذه الحلقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا صديق المتابع اذا انت اول مرة تخش هذه القناة فمعاك يا صديق المتابع عبد الرحمن باب وشوف تعال هذا السلام ينزف لقصص ومعلومات واشياء مهمة هتفيدك واش خسران يا اخي تعال ضيفنا هنا حاول وصل هناك تقريبا مئتين الف مشترك فتعا ضيفنا عشان نوصل هذا العدد باذن الله في المقطع اللي راح تكلمت عن الاصنام كيف جات وكيف بدأت وكيف اضلهم الشيطان جيل بعد جيل اليم ما خلوهم يعبد الاصنام بعدها الله عز وجل ارسل لهم نبي من الانبياء اسمه نوح عليه السلام نوح عليه السلام هذا حاول معهم باشتى الوسائل بانهم يصيبوا هذه الاصنام ما امن من هذول القوم الا قليل وكمان فوق هذا كله بدءوا يقاذوا نوح عليه السلام وكانوا يبغوا يطردوه تخيلوا هنا قوم نوح عليه السلام ابدا ما صاروا يسمعوا لنوح لدرجة انه نوح عليه السلام لما صار يجي عندهم وحاول يكلموا صار يقفلوا عادانهم ويقفلوا عيونهم وصار يصرروا هنا على مخالفة ودعوة نوح عليه السلام وهنا نوح عليه السلام زعل زعل جديد لانه تخيلوا قومه وصاروا يجوا لي عنده وصاروا يطلبوا العذاب بنفسه ولكن نوح عليه السلام لم ييأس من روح الله عز وجل بل لسه حتى الان نوح عليه السلام كان يعني عنده عنده امل شويتين انه فيه كم واحد كمان يسلم منه وهنا تمر الايام وتمر الشهوف وتمر كمان برضه السنين وما فيه اي استجابة ولا فيه اي تقدم جديد او حتى واحد امن من هذول الناس وهنا نوح خلاص شافوا من هذول مرة مو قاعدين يسلموا فراح لله عز وجل يدعي لله عز وجل ان هذول قاعدين يظلموا نفسهم وهنا نوح خلاص شافوا انه ما فيه اي نتيجة ما فيه اي تقدم راح يستكي لله عز وجل للظلم اللي قاعد يظلموني نفسهم ولنوح عليه السلام وهنا تنزل الصاعق على نوح عليه السلام وينزل وحي من الله عز وجل يقول فيها فأوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتأس بما كانوا يفعلوه وهنا نوح عليه السلام استيأس من إيمانه واصلا كمان خلاص الله عز وجل ينزل فيه هذا الوحي بمعنى أنه خلاص ما حد حي آمن ويدعي نوحين الله عز وجل بأن الله أن يطبع على قلوبهم الكفر بأن لا يهتدوا إلى الحق أبدا وهنا نوح عليه السلام يدعى دعاء مرة خطير يرفع يد لله عز وجل ويدعي بأن لا تدعى على الأرض أي واحد كافر كلهم يهلق طيب يا عبدالعما فيش نوح ليش يدي عليم خلاص ينه مثلا هم خلاص كافرين طب لي ما سابهم لي ما يمشيوا خلاص لي دع عليهم بأنهم يهلق خلاص يعني ابد الحمال ليه ما قال يعني لهم دينهم ولنا دينهم اول حاجة اصدق المتابع هذا نبي انت مرش خراح في هذا اول حاجة طيب ثاني حاجة اصدق المتابع هذول الناس الله عز وجل قال انهم بأنهم لن يهتدوا ابدا خلاص وهذه الأنس إذا بقعوا على هذه الأرض هم خلال كينو هلكين هلكين في النار هيجيبوا عيال وهيجيبوا أجيال وأجر وكلهم هضول هياهلكو بسبب هذول الناس بسبب فكرهم الكفر هذا فعشان كده نوح عليه السلام دعا على هذول الناس بأنهم يهلكوا عشان ما يهلكوا الناس اللي حتيجي بعدها صلاث لك المعلومة ونوح عليه السلام أصلا يقول أسمع إيش قال قال لله عز وجل يالله هذول الناس ما يولدوا إلا كفار يجحدون بنعمني ما يولده إلا كفار هنا الله عز وجل لمن يسمع دعاء نوح هذا يقول له يا نوح بني السفينة هنا نوح عليه السلام ما يعرف كيف يبني هذه السفينة فالله عز وجل أدله بكل تفصيله كيف يبني هذه السفينة حتى إنه لدرجة إنه الله عز وجل قل له إيش تستخدم أو إيش نوع الشجر أو الخشب اللي تستخدم وتستخرجوا من أي شجر لأنه مو أي نوع خشب اللي يمديك تبني فيه سفينة وبالذات إذا كانت سفينة حتحمل فيها كل الدواب وكل البشر المؤمنين وفوق فوق هذا الطوفان كيف سفينة استحمل الطوفان هنا نوح عليه السلام لما ينزله هذا الوحي يروح ويعتزل قومه ويبعد عند قومه والله عز وجل هنا يوحي إلى نوح بأنه يزرع نوع من الشجر وبالفعل والله هنا نوح يروح ويزرع نوع من الشجر اللي حيبني فيها السفينة والخشب هذا اللي هياخده من هذا الشجرة الشجرة هذه هي شجرة الساج والخشب هذا من شجرة الساج وهذا الخشب يعني نوع جلد صل طيب يا عبد الرحمن جافي بالي سؤال الآن هل نوح عليه السلام حيستنى طول هذا الوقت عشان تزرع الشجرة هذي وبعدين يقطعها ويروح يبني فيها حيبفاجك صديقي متابعة ويقولك ايوه وحيستنى هذي الشجرة تنمو لمدة مئة عام وهنا نوح عليه السلام ما زرع شجرة لاحدة فقط بل زرع حدائر ولا تنسى اصلا كمان اعمار الناس زمان مو زي اعمارهم الان كانت اعمارهم بالاف السنين مئة سنة يعني كأنها عشرين سنة ثلاثين سنة ما مو مرة كثير فهنا نوح عليه السلام بالفعل بعد ما خلصوا زرع خلاص كل حاجة الان يستنى لمدة مئة سنة وبالفعل بعد مئة سنة بعد ما اشتد عودة الشجرة واصبحت اشجار كبيرة وعودها ووصنها قوي فهنا نوح عليه السلام بدأ في تقطيع الشجرة عشان يبني فيها السفينة وبدأ يبني حبة حبة يبني فيها هذه السفينة وترى المعلومية ترى السفينة هذه تعتبر ترى تصميمها اعجازي لانه ترى المعلومية السفن اللي انت تشوفها الان في حاضرنا الحالي الان ما كانت بهذا الشكل اذا ما نزل الوحي على نوح عليه السلام بتصميم هذه السفينة السفن اللي انت تشوفها الان في الوقت الحالي خش وشوف اي سفينة ترى هذا التصميم الهي اللي هي تكون طويلة وفي ناعاتها تكون حدة عشان تشوق فيها البحار هذا التصميم ترى تصميم كان من نوح عليه السلام اللي اخذه من الله عز وجل اللي يقل له بالتفصيل كيف يبني فيها السفينة طيب هنا نوح كيف بدأ كيف بنى هذه السفينة انا اقول لك كيف صديق المتابع الله عز وجل ايش قال في القرآن واصنع الفلك بأعيوننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون خيل هنا نوح عليه السلام ترى الله عز وجل كان معاه في كل تفصيله في بناء هذه السفينة لانه ايش بقى صديق المتابع ترى بحد ذات بناء هذه السفينة اعجازي لانه ما غلط ولا غلطة وهذه كانت اول مرة قلت سمعت انت اباكتر انا اباكترجع في التاليك اي تصميم او اي حاجة في حياتك شوف كيف بدأت تصميمه وكيف كانت بدايات تصميمه كانت كلها اخطاء يمكن مئة خطأ عليهم ما ازبطوا في النهاية السفينة هذي كانت كبيرة وعظيمة ولا حتقجاب بالونا شك فيها البحار من اول مرة تكون بهذه الاتقان سفينة نوح هذي كان طولها ستمائة ذراع يعني اباكت تخيل الموضوع هذي الان تقريبا طول هذي السفينة كأنها نص برج ايفل وسفينة نوح هذي طولها ستمائة دراع اما ارتفاع هذي السفينة كان ثلاثمية وثلاثة وثلاثين دراع يعني وكأنه برج في ستة وستين طابع يعني حاجة كانت جدا كبيرة وكمان هذي كلها طلع فقط كانت السفينة من ثلاثة ادوار ولكن ثلاثة أدوار شاسع وكبيرة مرة الدور هنا الأول اللي هو الدور العلوي هذا كان للطيور أما الدور الثاني كان للبشر أما الدور الأخير كان لجميع الدواب وجميع الوحوش وكان هنا فوق السفينة كان زي المضلات تغطي فيها السفينة من فوق هذه المضلات اللي كانت تغطي السفينة من فوق كانت عشان المطر أو حتى عشان الأمواج إذا جات من فوق وهنا الله عز وجل يؤمر نوح عليه السلام بأنه يضرب السفينة كاملة بمادة اسمها القار وللمعلومية ترى وقتها في الزمان نوح عليه السلام ما في في الدنيا كل شيء اسمه أصلاً كان القار ما حد يعرف إيش هذه المادة أصلاً وأصلاً كمان هذه المادة أصلاً ما تستخرج إلا من باطن الأرض يعني استخراجها كان صعب وبالمعدات اللي كانت عندهم مستحيل بأنهم يخرجوا هذه المادة ولكن هنا بمعجزة من الله عز وجل يرسل هذه المادة ويخرجها من باطن الأرض ألين عيد نوح عليه السلام المادة هذا تخرج جنب السفينة عيد نوح عليه السلام كأنه يخرج زي البير من هذه المادة هذه المادة يا صديق المتابعة ترى حتى الآن يستخدموها في بعض السيارات إذا وضعت في البلاستيك تخليه شيء مرة قوي وما يتكسر أبدا ونفس كمان هذه المادة يستخدموها في الزفلت يا عبد الرحمن صراحة أنا عندي سؤال كيف نوح عليه السلام حيقدر يشيل هذه المادة ويحطها في السفينة وإحنا نعرف الآن أنه إحنا لما نيجي نحطها في أي حاجة لابد أن هذه المادة تكون مغلية وعلى درجة حرارة جدا عالية أنا أقول لك كيف يا صديق المتابعة الله عز وجل لما انفجر هذه المادة من تحت الأرض جعلها تغني ما فجره هي باردة لا بل جعلها تغني مكانها جنب السفينة فهينا نوح عليه السلام راح علينا عند المادة هذه فصار يأخذ منه ويطلب بها السفينة وضرب فيها السفينة كاملة بمعنى هذه أن السفينة كان لونها أسود على لون هذه المادة وسوه هنا نوح ثلاثة أبواب كبيرة وشاسي خلاص هنا نوح عليه السلام بعد سنين من البناء خلاص هنا وأخيرا أتم بناء هذه السفينة هنا نوح عليه السلام يبدأ يستنى علامة إذا طلعت عشان يأخذ أشياء ويطلع السفينة لأن الله عز وجل إيش قال أول فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فأسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم هنا عشان نوح عليه السلام دعا على قومه لما انجوا قومه قالوله كذبت قبلهم قومه نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر هنا نوح عليه السلام يديع عليهم ويقول فدعا ربه إني مغلوب فانتصر فالله عز وجل يقول لنوح وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ يا نوح خلاص لا تخاطبني فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا خلاص هدولا مُغْرَقُون مُغْرَقُون طيب الآن هنا إيش العلامة اللي يستنىها نوح عليه السلام عشان يطلع السفينة العلامة هذه الصدق المتابعة هي فيران التنور طيب يا عبد الحمان ما ليش إيش معناها أصلا فيران التنور ويش التنور هذا أصلا التنور هذا يصدق متابعة أكيد قد شفته في يوم من الأيام التنور هذا يسوه زي الحفرة وبعدين يضبطوها وبعدين يكون تولع فيها النار هذا حفرة من نار يضبطوا فيها العيش ويضبطوا فيها الأمور وحيانا يسوه فيها زي الأكلات وهذا المكان أبعد مكان ممكن يخرج فيه الموهي أبدا الموهي ما تخرج من هذا المكان ومستحيل أصلا يطلع من هذا التنور أصلا موهي دائما يسوي بعيد أصرا عن الماء الماء إذا طلع من التنور اللي فيه يطلع هذا النار يعرف بأن هذه هي العلامة اللي حيخرج وحينزل بعدها العذاب خلاصة نوح الآن حان وقت العذاب جاء وقت العذاب خلاص فيش نوح عليه السلام يسوي لما يشوف خلاص الماء طلعت من كل مكان ومن التنور كمان يروح هنا ويجمع من كل حيوان ذكر وأنث وهنا أول حيوان يخش فيها السفينة هو طائرة درة وبعدها هنا خشت جميع الدواب وجميع اللحوش من ذكر وأنث من فيه لامين أسود من صغار حيوانات من كبار كلهم خشوا السفينة وهنا من ضمن الحيوانات اللي جاء بيخش السفينة نهاية واحد كان كائن غريب ما كان من الحيوانات هذا الكائن جاء وكان يبغي يخش السفينة هنا جاء آخر حيوان جاء يبغي يخش السفينة كان في درب الحمار كان في إبليس كان يبغي يخش السفينة وهنا هذا الحيوان اللي هو الحمار يعرف انه اعدón كان ابليس كان يبقى يخش السفينة فقرر انه وما يحوش السفينة حشان إدخل ابليس معاه وشافوا الحمرو Maa Washington خوش السفينة فسان يسحبوا وما سان يبقى يخش السفينة الحمار كان معاني ونوح عليه السلام تعصبوا وكان خوش يا شيطان يسمع الكلام هنا الحمار ويخوش ومعا عمان ابليس فهنا ونوح يتشغل مع باقي الحيوانات وترتيبها في السفينة هو Water Temple السفينة ويرتب كل حيوان في مكانه يتفاجئ بأنه إبليس على مثل السفينة فيقول نوح عليه وسلم ما الذي أدخلك يا عدو الله فقال إبليس مو أنت قلت أدخل يا شيطان فأنا دخلت سمعت كلامك فقال نوح عليه وسلم أخرج طيب يا عدو الله فقال إبليس ما لك إلا أن تحملني معك في هذه السفينة وترى هذا الجزئية جزئية إبليس والحمار وأول حيوان وأخر حيوان والحمار مع إبليس الجزئية هذه خطها من العالم ابن عباس وباقي العلماء أغلب باقي العلماء ومنه ابن عباس أخذها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكدر المهم في هنا نوح عليه وسلم بعد ما رتب كل واحد مكانه وكل زوجين في حيوانات مكانه وكل واحد في الدور الحيوانات تحت البشر فوق والطيور الأحلى بدأت تصير ظواهر غريبة ومخيفة بدأت هنا الجو يتكتم وبدأت الغيوب تتجمع وبدأ يصير هدوء غريب عجيب ومخيف وبدأت تتحول السماء إلى سوداء معتمة تحول النهار إلى لي وهنا بدأت الأمطار تنزل وقوم نوح عليه السلام العاصين اللي ما آمنوا بنوح عليه السلام بدأوا يلاحظوا شيء غريب في المطر بدأوا يشوفوا لي مخيف الأمطار هنا بدأت تزداد أكثر وأكثر بدأت تتحول من أمطار رعدية عادية غزيرة إلى وكأنها أصبحت عواصف ينصب عليهم الماء وهنا قوم نوح عليه السلام بدأوا ينتبه فصاروا يطالعوا نحو السماء إن لو بدأوا يشوفوا أشياء غريبة يشافوا وكأن السماء تفتح فينصب عليهم الماء صب الماء وكأنه يصب من السماء الماء ما صار ينزلوا كأنه مطر كأنه يصب صب قوم نوح هنا بدأوا يشكوا بدأوا يستغربوا السماء قاعد يصير شيء غريب الماء مو قاعد ينزلوا كأنه مطر قاعد يصير شيء غريب مع المطر هنا قوم نوح يدركوا إدراك كان جدا 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 متأخر لأن هذا هو العذاب اللي كان يبعده نوح عليه السلام من أول هذا العذاب هو اللي احنا كنا نروح للنوح وقل له تجيب العذاب هذا إذا كنت صادق يا نوح هو العذاب الآن قاعد يصير قدامنا إيش المصيبة اللي وقعوا فيها هم الآن ولكن بعد إيش بعد ما فات الأوان نوح عليه السلام له له مئات السنين وهو يجي عندكم لأنكم من أول دوبكم في هذا اللحظة اللي تستدركوا وخلاصنا جاهم الإدراك ولكن جدا متأخر جاهم الإدراك بعد ما الله عز وجل فتح السماء الله عز وجل قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر خلاص بدأ ينزل الآن ماء مخيف وفتحت السماء أمام عيونهم هنا قوم نوح عليه السلام بعد ما عرفوا وشافوا السماء تمفتح بشكل غريب بدأوا يحسوا بحاجة غريبة في الأرض قاعد تسير في الأرض حاجة مهي طبيعية بدأ يسير وكأنه فيه خلل في الأرض الأرض بدأت تهتز الأرض بدأت تفجر ماء من تحتهم الأرض بدأت تتفجر من تحت أقدامهم ماء يخرج من تحتهم وليس ماء عادي بل ماء يخرج ويطير نحو السماء فكان الماء ينزل من الأرض ويطير وماء يخرج من السماء وينزل منظر مهيف يتجن كل من رأى الخوف ملأ قلوبهم وفجرنا الأرض عيون فالتقى الماء على أمر قد قدر هنا اجتمعت المياه اجتمعت ماء الأرض واجتمعت ماء السماء في نفس الوقت الأمر بدأ يصير مهيب قوة منوح بدأ يستدرك الموضوع بدأ يشردوا ولكن فين يشردوا فين يروحوا فين يلجأوا إلى من يلجأوا ما في أحد ما في مكان يقدر يستأمنوا فيه خلاص الناس صارت تصرخ ما يعرفه لمين تلجو تبتطلع الجبال الأمواج الناس صارت تصرخ الناس صارت تصرخ بدأوا الناس يغرق يحاول يطلع فيها الجبال بعض الجبال صارت تأكلها الأمواج العاتية تخيلوا هذا الموقف تشوف جبال عاتية كبيرة تختفي فيه غضوظ عواني تخيلوا معايا هذا الموقف المهيب والأحداث المهيب اللي قاعدت سير نوح عليه السلام يكتشف بأن ولده يام مو على متن السفينة فيفجأ نوح فين ولدي فين ولدي ليه مو على السفينة فينه فيبدأ نوح في ظل كل هذه الأمور يبدأ يجري ويبدأ يناده ويدور ولده ونادى نوح ابنه وينه نوح عليه السلام هو قاعد يدور في السفينة قاعد يدور ولده قاعد ينادي فين ولدي فين ولدي إلا ويشوف والده بعيد من السفينة كان برا السفينة ما طلع السفينة مع المؤمنين فينادي نوح ابنه يا يام يا يام خيلوا بالله معايا الموقف المهيب نوح عليه السلام الآن قاعد يكلم ولده وكانت لمواجه العاتية قادمة إليه وشوفوا إيش كان الرد الصاعق اللي صاعق نوح عليه السلام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يعني يا بويا يا نوح ما عليك أنا بروح أشوف لي جبل يعصمني من هذا الماء فنوح عليه السلام يرده هو مصدوم من الرد هذا لا عاصمة اليوم لا عاصمة اليوم من امر الله الا من رحم هنا نوح عليه السلام هو قاعد يكلم ورده في ظل كل هذه الاهوال والانطار والارض قاعد تتفجر الا بموجه بموجه عظيمة وهو قاعد يكلم ورده تشيل ولده وتخطفه مع الاموات هنا نوح عليه السلام لما شاف هذا الموقف معارف ايه سوي توتر خاف ولدي مات ولا ايش وخوف هنا اصبح اكثر لما بدأ يشوف ان الماء ترتفع وترتفع وتصبح مساوية للجبال ومره كمان هنا بعض الوقت الا والمياه تغطي الجبال كمان الماء اصبحت مستوية على سطح واحد ما سار فيه ولا ارض يا بس اختفت الجبال اختفت تضاريس الجبال برضو اختفت ما بقي الا سفينة نوح على الماء استوت ولم يعد هناك اي يابسة على الارض حرفيا هنا نوح عليه السلام لما انخلاص شاف فالده راح مع الامواج واستوت الماء ولم يعد هناك اي حاجة خلاص الكل باين وغريك وصار نوح عليه السلام هنا يدعي لله عز وجل وينادي وقال كلام الله عز وجل رد على كلام نوح عليه السلام خلى نوح عليه السلام يخاف من الكلام اللي قاله الله وكأن زي الساعق نزلت على نوح لان هنا نوح عليه السلام قال لله عز وجل ونادى نوح ربه فقال ربي إنا ابني من أهلي وإنا وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يعني يا الله يا ربي أنت وعدتني بأن تنجينا وتنجي المؤمنين وتنجي أهلي وأن ابني من أهلي وابني قد هلك وأن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فاحكم لي يا الله بأن تفي بما وعدتني يا الله بأنك تنجي أهلي وتنجح إلي ابني وهذا الكلام اللي أنا دوبه قلت وهذا تفسير أبو جعفر الطبري رحمه الله أخذت بالحرف ويبدوكم تروح وتشوفوا المصادر تحت فهين يجي الرد الصاعق من الله عز وجل اللي يخيف به نوح عليه السلام قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين يعني يا نوح إن الذي غرقت فأهلكته اللي قاعد تقول عليه من أهلك هذا ليس من أهلك لما قال لنوح إنه هذا عمل غير صالح وهذا مو من أهلك في بعض العلماء قالوا بأنه ابن أمها بمعنى إنه ابن زنا زي التابع والعلامة الحسن اللي برضو عاصر الصحابة وابن جعفر الطبري وفيه برضو بعض العلماء اللي حلفوا وقال لا والله ما هو بابنه ولكن هذه المسألة اختلفوا فيها كثير من العلماء اللي برضو في علماء قالوا إنه ما فجرت إمرأة نبي قط بمعنى إنه ما في نبي زوجته تروح تفجر بمعنى تروح تزني ولكن ممكن إنها تكون إمرأة غير صالحة زي مثلا عندكم إمرأة لوت كانت إمرأة غير صالحة ولكن ليست فاجرة بل كانت تروح مع قومها وكانت تقول أشياء عن زوجها وكانت تساعد قومها على زوجها المهم هنا نوح عليه السلام خاف من كلام الله عز وجل لأنه هذا الكلام في له غضب على طول نوح هنا أول ما يسمع الكلام هذا على طول يقول قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين هنا على طول نوح عليه السلام على طول تاب زلة لمن مال قلبه إلى ابنه وقال ربي أغفر لي زلتي وإذا ما رحمتني وأنقضتني من غضبك أكون من الخاسرين وهذه رسالة لكل البنات تحقين الكيبوب وكل البنات اللي يحبوا المغنيين وحب جنون وبرضو العيال لكن عشان أغلبهم بنات لدرجة إنهم يدافعوا عنهم ويدافعوا عن كفرهم وسدودهم ولا برضو العيال حقين كريسيان وميسي ولا اللي يحبوا الممثلين والممثلات أيا كان مجالهم ممثلين مغنيين لا أيبه كلهم ترى يشتمعون في الكفر بالله عز وجل ولا يجوز للمسلم أن يحب واحد ديانته سب الله عز وجل فيها سب لله عز وجل كلها وجلها ما في أي ديانة ما فيها مدمة لله عز وجل إنت أصلا بمجرد إنك تؤمن بأن الله ثلاثة ثلاثة هذه مضمة لله عز وجل بمجرد إنك تؤمن أنه لا إله لك هذه برضو مضمة لله عز وجل وباتفاق جميع العلماء وباتفاق جميع المداهب لا يجوز حب الكافر حتى ولو كان مرة كويس لأن الكافر الله عز وجل يعتبر عدوه هذا عدو الله تجي إنت تحب عدو الله ولكن ممكن هنا إنك تقول أحب لعب كريسيان أو لعب ميسي ما أحب الشخص ذاتها أو نفس الشخصية أم إنتي ما مديك تقول أحب الغنية فلانية لأنه أصلا كله حرام غنية ولا كله لا زب الله ما زب بطق بحقيق كريسيان أو ميسي ترى كلكم 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 فئة واحدة رغم هذيك أسوأ هذيك يبروا لشدودهم إيش فين عقلكم يا يومات الخير المهمين نرجع لمحوة الحديثة نوح عليه السلام الآن هو في السفينة والأرض كاملة غرقته حتى الآن تحطر الأمطاع الأرض حتى الآن مستمرة في تفجير المياء من تحتها وتخيل يا صدق المتابع الأرض جلست على هذا الحال وهي في غرق لم يعد هناك أي يابسة على الأرض الجبال اختفت كل شيء اختفى حرفيا ما في إلا ماء في الأرض كاملة وسفينة نوح فوق الماء فقط جلسوا على هذا الحال أربعين يوم يا عبد الرحمن هنا عندي السؤال الآن في السفينة معهم أسد كيف الأسد هذا جلس في السفينة أربعين يوم بدون ما يخش ويكتل الحيوانات لأنه أنت قلت بس في ذكر أنت صح ولا طب إذا قتل واحد الحيوانة قصح القرض ما في أي جيال حتى يجي بعد كيف الأسد ما أكل أي أحد يا صديق المتابع سؤالك جدا ممتاز لأنه حتى أصحاب نوح عليه السلام لما جوا بيدخل الأسد قالوا كيف نضمن بأن الأسد ما حتاكل ماشي أو ما حتاكل أكلنا أو ما حتاكل باقي الحيوانات وهنا الله عز وجل لما دخل هذا الأسد إلى السفينة الله عز وجل أنزل عليه الحمى وهنا هو لأول مرة في التاريخ ينزل مرض الحمى على الأرض ما كان في مرض حمى أصلا اللي هي جسمه يكون حار ولكن أنت تكون بردان وما لك نفس تأكل هنا حلوا مشكلة الأسد الآن بيقي مشكلة ثانية الفيران أصبحت تكثر وراحت تأكل أكل الناس الناس صارت معار فتاكل صارت أكل الناس يفسد بسبب الفيران هنا الله عز وجل أخرج من الأسد القطة أو البسة وسارت البساس اللي خرجت هذه البساس من الأسود صارت تروح وتأكل الفيران يعني هذه خرجت من أسد ولكن المعلومية جبعة خير قصة الفار وقصة الأسد وأن خرجت هذه البسة من الأسد هذا حديث ولكن حديث مقطوع السند هذا البسة مقطوع يعني أنت مقطوع ترى يعني انه هذا حديث ضعيف قصة الفارو مع الاسد وانه خرج هذا حديث ضعيف الان هنا كمان طلعت لهم مشكلة اسوأ من المشكلتين اللي قبلها لانه هنا في السفينة الاربائين يوم يجلسوا فيها بدأت الحيوانات تطلع رواح لأنه زي ما قلت لكم الحيوانات كانت في الدور الاخير تحت وبدأت هذه الرواح تنتشر في كل مكان تطلع الدور الاول وتطلع الدور الثالث والمشكلة هنا الريحة صارت توصل للدور الثاني اللي فيها البشر وما صاروا يقدروا يناموا ولا يأكلوا ولا يثووا اي حاجة من الريحة القوية لأن الحيوانات الريتحت كانت كبيرة زي الأسود والنمور وفيه فيلة وزراء فيه كل حاجة كان فكانت الرواح اللي تطلع لا تطعب محين نوح عليه السلام بعد ما شاف المعاناة هذه راح دع الله عز وجل بأنه يشيل هذه الروائح فأوحى الله عز وجل لينوح أنه يا نوح روح إلى الفيل وأمسح على الفيل فبالفعل نوح عليه السلام يروح لين عند الفيل ويمسح عليه فيخرج من الفيل كائنين غريبين أول مرة يكونوا على وجه الأرض قبل الطفال لم يكن هناك حيوان هذا اللي هو حيوان الخزيل وأصلا يقال أن هناك تشابه جدا كبير ما بين الخزيل والفيل لأنهم يتشابهون جدا في الجلد والذيل والجسد غير الحجم يعني الفرق هنا فقط أصلا فقط القوة والحجم وسماكة الجلد وهنا الخنازيل لما نزلت بدأت تأكل في فضلات الحيوانات حتى نظفت السفيل وهذا الجزئية صدق المتابع جزئية الفيل وخروج الفيل والفضلات وهذه كل هذه كلها ترى من إسرائيليات التي لا تصدق ولا تكدر بتلك الجزئيات من السهلات والحديث ضيفة عشان تفهم ما هو الصحيح ما هو الضعيف وماها إسرائيليات وهنا تمر الأيام ويؤمر الله عز وجل بأن السماء توقف ماءها ويؤمر الأرض بأنها تبلع ماءها قيل يا أرض إبلعي ماءك ويا سماء إقلعي وهنا بدأت المحيطات وبدأت البحار تنقص شوية شوية وهنا خلاص أمر الله عز وجل قد قذي وهلك كل من كان يكفر بالله عز وجل على الأرض أصبحت هنا جميع قرات العالم الكرة الأرضية كاملة ما فيها ولا مشرك واحد ولا كافر واحد فقط المؤمنين الموحدين بالله عز وجل وهنا بدأت الأرض تشفط الماء شوية شوية وهنا نوح عليه السلام بعد ما شاف المحيطات قاعد تهدو قاعد تنزل سار يبغى يعرف هل سار في يابسة على الأرض فراح هنا إيش سوى نوح راح أرسل الغراب فغراب هنا راح بدأ يستكشف الأرض وبدأ يشوف هل في يابسة ولا لا وبالفعل والله هنا غراب لقى أرض يابسة ولكن كانت في هذا الأرض جثة ميتة فراح وأكل من هذا الجثة فبدأ لما يرجع لنوح عليه السلام شاف الجثة راح سار يأكل منها وما رجع لنوح ونوح كان ينتظر فيدعي هنا نوح على الغراب بالخوف فعشان كده الآن الغراب عدو الإنسان هو أصنع كمان قتل الغراب له حسنة فهنا نوح عليه السلام بعد ما الغراب ما رجع راح أرسل الحمام حسن أنك تكشف هل فيه أرض يابسة ولا لا فراحت الحمامة هذه وبدأت تستكشف الأرض وتشوف هل فيه مكان يابسة بالفعل هنا تلاقي منطقة يابسة ما فيها ماء ولكن فيها طين فراح أخذ جزء أو جدع من الشجرة عشان يبرهن لنوح فلما رجعت الحمامة لنوح عليه السلام كان معاها غصن من زيتون وفي رجلها كان في طين هنا يدعي لها نوح عليه السلام وأصبحت الحمامة من بعدها قريبة من الإنسان وأصلا الآن وأنا قاعد أكلمك في بعض الدول ترى ما أخذ الحمامة لرمز للسلام المهم فهنا نوح عليه السلام خلاص عرف بأنه خلاص فيه أضجافة وبدأت أطراف الجبال الآن بدأت تبان هنا منسوب المياه نزلت وبدأت تبان خلاص الجبال اللي اختفت مع الطفان وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود هنا خلاص وأخيرا المياه كلها اختفت وبدأت تبان الجزر وبدأت تبان الأرض واستوى على الأرض هنا خلاص بعد أربعين يوم من الطفان العظيم بدأت تبان الأراضي وبدأت المياه خلاص تروح وتختفي تماما وتروح للبحار والمحيطة هنا تبدأ الحيوانات تخرج من السفن وبدأت تنتشر في الأرض قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم يعني لسه يا نوح في أمم حتيجي من بعدك حتكفر بالله عز وجل وحتشرك بالله عز وجل وحيجيها برضو العذاب هنا كل الناس خلاص يخرجوا من السفين وهم فرحنين ومعهم الدوار وأكيد هم هنا جدا فرحين حط نفسك مكانهم تخيل أن الله عز وجل يختارك ما بين كل هذول الكفر بأنك تنجم من هذا العذاب المخيف وتنجم بطريقة إعجازية ولكن هنا كل المؤمنين كلهم أصابهم العقب بسبب عظمة وقوة المظاهر والأشياء المخيف اللي شافوها وفقط هنا اللي ساروا ينجي وفقط نوح عليه السلام وعياله وهنا الآن وأنا قاعد أحكي لك هذا القصة كل من على وجه الأرض كل من في الأرض كل البشرية ترجع لنوح عليه السلام إحنا الآن في الأهد الثاني من البشرية وهنا لازم تعرف أنه نوح عليه السلام ترعيش في الأرض مئات السنين وتخطى الألف كمان وهنا أصحاب نوح عليه السلام جلوله وبعد كل السنين هذه بعد الألف سنة اللي مر فيها جلوله وقالوله يا نوح عليه السلام أوصف لنا هذه الدنيا وليش كمان يا نوح ما بنت لك بيت كبير تعيش فيه لأنه هنا كان نوح بيته وبعد الطفان كان جدا بسيط ونوح رغم أنه نوح بنى هذه السفيرة العظيمة كان يمدي يبني بيت كبير وفخم كمان هنا نوح قال كلام يوصف فيه هذا الدنيا وقصر هذا الدنيا قال الدنيا هذه وكأنها قصر دخلت من باب وخرجت من باب الآخر هذه هي الدنيا يعني بأن الدنيا مرة قصيرة ما تسوى فيها أني أسوي فيها بيت العمر زي ما يقوله الآن فركز معه نوح عليه السلام قال هذا كلام هو عمره بالآلام عمره شوف كيف كبيره ولكن فوق هذا كله كان يشوف بأن الدنيا قصيرة قصيرة جدا فهنا نوح لما خلاص وصل إلى نهاية حياته وكان معه ولده فأدى وصير قال يا أبني لو جمعت السماوات السبع والأراضيين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت لا إله إلا الله في ثقل الميزان ويا صديق المتابع لو طلعت من كل المقطع هذا فقط بهذه الكلمة لا إله إلا الله وجلست ترددها أنت كده والله أخذت أفضل فائدة من هذا المقطع ومحتاج تتفرد بس تتفرد الجزئية دي أنت خلاص قد تبت المقطع وعشان تكسب الحسن هذه اللي قال عنا نوح عليه السلام لا إله إلا الله أفقل في الميزان من السماوات والأرض كلها رددها فقط لو عشرة مرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه كانت آخر وصية لنوح عليه السلام وأهم وصية لنوح عليه السلام لباقي الأمم اللي بعده هنا في هذا اللحظة بعده فات نوح عليه السلام ب3200 سنة حصل شي غريب حام ولد نوح عليه السلام رجع للحياة مرة أخرى إيش قاعد تقولي يا عبد الرحمن حام ولد نوح عليه السلام اللي مر عليه 3200 سنة رجع للحياة مرة أخرى كيف كذا هنا يا صديق المتابع جاء نبي اسمه عيسى عليه السلام هذا النبي كان عنده من المعجزات الكثير وكان منها إحياء الموت بإذن من الله عز وجل هنا في يوم من الأيام جاءوا قوموا واجتمعوا وجاءوا وبيحشروا عيسى هذا النبي فقالوا يا عيسى إيش رايك إنك تحيي لنا واحد من زمن الطفان زمن نوح عليه السلام يحكي لنا إيش سار معهم فقال لهم عيسى عليه السلام طيب وقال لهم تعالوا معا فراح هنا عيسى لأحد القبور وأخذ التراب وقال لهم تعرفوا هذا التراب من أو هذا قبر من فقالوا الله ورسوله أعلم قال هنا عيسى هذا قبر حام بن نوح عليه السلام فضرب هنا إيسى القبر وقال ثلاثة مرات قم بإذن الله فهنا النادى ثلاثة مرات وفي المرة الثالثة لما النادى فجأة ينشق القبر ويطلع هذا شخص حي وهو كان شكل مفجوع وشعره كان أبيض فهنا حام ابن نوع قام من القبر والناس كلها تطالع بذهول ومفجوعة من الهول اللي قاعد تشوفه شخص قام من القبر قدامه راح هنا قال له إيسى هل أنت موت وكنت عجوز راح حام قال له لا أنا موت وكنت في عز شبابي ولكن لما النادى تني الله عز وجل جمع أعضائي ونفخ في الروح فأنا هنا حسبتها إنها قامت القيامة وهنا مع الخوف والفجع شعري سار لونه أبيض فقال له إيسى هنا قل لنا إيش سار معاك في الطفال فقال لهم هنا القصة اللي كانت من ضمنها الخزير وكيف طلع وحجم السفينة وكيف سواها اللي قلت لكم عنها لسع قبل شوية وقال لهم برضو قصة الحمامة وقصة الغراب وبعد هنا إيسى قال له هل تبغى تعيش وتكمل معانا ولا ترجع تموت فقال هنا حام لا أنا أبغى أرجع فإيسى عليه السلام قال له موت بإذن الله فرجع أمان وأنا هذه القصة صديق المتابع اختصرتها بشكل كبير لأنه ترى في حلقة من حلقات لي حلقة إيسى عليه السلام وقلت هذه القصة وفصلت أما يا صديق المتابع ما كان سفينة نوح الآن في هذه الأوقات صراحة يقال بعضهم أنها موجودة في مكان في تركيا وكمان في بعضهم يقولوا أنه في حكومات لقت السفينة ولكن لأسباب دينية وسياسية ما يبغي يطلعوها للناس وأما كمان بعض العلماء قالوا بأن سفينة نوح لقوها في جبل غيري وفي بعض العلماء قالوا بأن سفينة نوح لقوها في تركيا في جبل إغري والله العالم يصدق المتابع وهنا يا صديق المتابع وصلنا إلى نهاية المقتاصي فلازم هنا يصدق المتابع أنك تجي عندي سنوب النوخ وصلنا النصف رمضان وحتى الآن ما أتيت عني أي شيء عليك أصدق المتابع تعال أندي سنوب هناك في محتوى طيب وأصور أشياء كويضة وبإذن الله تفيدك وتستبتع فيها واخر شي اصدق المتابع والله يا جماعة الخير ما بغوكم تنسوا اهلنا واخوان انا في غزة ترى حتى الان الاوضاع عندهم صارت اسوأ كمان من اول ترى لازم لابد الدعاء لابد الدعاء لهم والدعاء على الصهاين الكلاب ولا تنسوهم من دعائكم فيه كونوا صلاة لابد انكم تدعو لهم بالثبات وانهم الله عز وجل يرزقهم بالاكل لان اوضاعهم صارت جدا متعبة ومخيفة واخر حاجة صلوا الحبيب وقولوا لا اله الا الله واشكروا الله عز وجل على هداية النعمة والاسلام وكل حاجة في حياتكم والسلام عليكم